يترقب العالم الأوساط السياسية الدولية ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من شهر نوفمبر الجاري وبسبب التقارب بين المرشحين الرئيسيين ترامب وهاريس يركز كل منهم الآن على الولايات المتأرجحة حيث يمضي المرشحان معظم الأيام الأخيرة في استمالة الناخبين في هذه الولايات الطريق إلى البيت الأبيض يمر بولايات عدة من أهمها ويسكنسون إحدى الولايات المتأرجحة والتي استضافت تجمعين انتخابيين الجمهوري ترامب والديمقراطية هاريس في مقاطعة ميلوكي المقاطعة تعد موطنا لأغلبية أصوات الديمقراطيين لكن ضواحيها المحافظة يعيش فيها معظم الجمهوريين وهي منطقة حاسمة بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة الولاية التي فاز بها بفارق ضئيل في عام 2016 وخسرها في عام 2020 وويسكنسون إلى جانب ميتشجين ومنسلفانيا تشكل ما يطلق عليه الديمقراطيون الجدار الأزرق استعتبر معاقلة تاريخية للحزب الديمقراطي وفي حديثها ركزت هاريس على قضايا الشارع الأمريكي من توفير السكن وخفض أسعار السلع والاستثمار في الشركات الصغيرة ترامب وهاريس تحدث عن ملف الشرق الأوسط في مغازلة للصوت العربية حيث أكدت هاريس التزامها بحل الدولتين ووقف إطلاق النار أما ترامب فقال إنه في محادثته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد على تحقيق السلام في الشرق الأوسط حال فوزه استطلاعات الرأي التي أجريت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن التصويت المبكر يسجل أرقام قياسية هذا العام وفيما يتوقع أن يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 60 مليون شخص أظهرت لاستطلاعات تقدم هاريس بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكرا وتشير تلك الأرقام إلى أن هاريس ستدخل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر بفارق كبير ومع اقتراب السباق المحموم من نهايته تتوصل الاستعدادات لتأمينه خاصة بعد الإشارة إلى معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024 وقال حاكم ولاية واشنطن أنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطنية ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدت إضراما للنيران في سنديق الاقتراع الأسبوع الماضي بمدينة فانكوفر